شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في شم النسيم وخلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين بتقنية الفيديو كونفرنس أن مدبولي المصريين بعيد القيامة كما أكد على وجود تكليف بردع أي محاولات لمخالفة القرارات المتخدة لمنع التجمعات بأقصى درجات القوة وأضف رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي كلف باستغلال فترة حضر حركة المواطنين في رفع مخالفات القمامة والاحتمام بالتطهير والنظافة كما وجه الشكر للمحافظين على جهودهم في إزالة مخالفات البناء وتنظيم صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة كما علامت بولي أن جولاته بالمحافظات لن تتوقف حيث ستشمل زيارته مواقع الانتاج والمصانع بمحافظات عدة لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والانتاج وتضييق الإجراءات الوقائية المختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة